الخبر الأول لي عدنا عن تهجم المتابعين على أحمد أبو الروب طبعاً ما يعرف السبب فالسبب هو استهزاء بفرقة بي تي اس فأحمد نزعل حسابه بالإنستجرام شوي تستوريات شاندي يستهزئ بيها بفريق بي تي اس لسبب أنه شاندي يحضنون بعض بالأغنية الجديدة اللي نزلوها فشاندي يستهزاء عليهم وشوي يضحك عليهم راح وطوكم هذه الاستوريات عم تفتمون أكثر أحضاها من خلف هاي أول أغنية بس معنا بي تي اس طلعوا الشباب شفتوا؟ يعني حضن أبو حضن من خلف يا سأ الله يعطيكم العافية طبعاً بعد أتعرض للهجوم من المتابعين بي تي اس فكتبونا يا حباي بالكومنتاج شركوا بهذا الخبر وهل يستعق التهجم أو كان يمزح الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو أنس وبيسان فبيسان نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي يتحمس بي المتابعين للمقطع اللي حتنزل اليوم المقطع رح يزل الساعة بالتسعة ومن الواضح من الصورة مصغرة أنه المقطع رح يكون عن راس السنة فبراس السنة نزلت ستوريات نفس الملابس أمال يوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو أنس وأصالة فأناس نزل على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي يعني من خلال أنه رح ينزل المقطع ومن الواضح أنه هذا المقطع رح يكون ردة في علمي لعلى أخوه الجديد طبعاً بالنسبة للمقطع رح ينزل الساعة بالأربعة مش قيل 150 له أمال يوتيوبر الثالث فهو فريق نورمار ففريق نورمار نزل على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي كان بالفريق ولكن ما عدا النورمار وكان كان كاتبين لي جوا أنه اليوم رح ينزل المقطع الساعة بالأربعة وأنه هذا المقطع رح يكون نار فاكتبونا يا حباي بالكومنتات المقطع منهم 150 أكثر من بين الثلاثة الخبر الثالث اللي عدى عن تهجم متابعين أنس وأصالة على إصابة بدر طبعاً ما يعرف السبب فأصابت بدر خافين اسم أنس وأصالة من التعليقات اللي عدهم فحالي أنه ندخل على آخر مقطع نزله ونزل بي على التعليقات رح يشوفونه كل التعليقات مقلوبة بالإنجليزي ومكتب عليها جيش أنس وأصالة واللي طبعاً هدفهم اللي يجمدون لمشاهدات على المقطع وما در الصراحة كتبونا يا حباي بالكومنتات شو راكم في هذا التهجم اللي تعرضوا له هل هما يستحقوا أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن أبو فلا والفضيحة اللي كان لح يتعرض لها شنو قصة زواجة فأبو فلا نزل على حسابة بالإنستجرام شوية ستوريات يقول بها أنه هو نزل صورة بالغلط وكان مفروض نزلها كان مفروض يدسها الشخص ولكن بالغلط نزلها ولكن حذفها بسرعة وقال إنه الحمد لله الصورة ما كانت فضيحة رح تقوم للصوري سوفون الصورة اللي صورتها يا جماعة كانت صورة بس صورتها كده أما بالنسبة للزواج نزل ستوري واحد من المتابعين يسألش وقت ناوي تتزوج فيرد علي أبو فلا أنه حاليا عنده إمكانية ما للزواج بس دين تضرب بنت الحلال أنه تيجي وأنه حاليا دين يدور عليها راح تقوم للستوري شو أخيرا سؤال حلو أخيرا متة تتزوج إن شاء الله يعني الحمد لله كامل والكامل الله مو ناقصني شيء بس ناقصني بنت الحلال حاليا جاري البحث عن بنت الحلال الخبر الخامسي اللي عدنا عن شيرو نشرة صورة نارين بيوتي وهي وصغيرة فشيرو نزع على حسابة باللين انستجرام هذا الستوري اللي كان بصورة إلا والنارين بيوتي فالنارين بيوتي كان كاتبت لها اللي اشتقت لي شيرو الرد عليها بهذا الستوري يقولها شو هالسؤال أختي أكيد لا وحط هذه الصورة اللي شكي تتتوقعون كان أمر نارين بيوتي بيها وبس والله هنا وصلنا لحات المقطعات من المقطع جاوكم لتحطوا لايك بشركوا بالقناة جاناكم في هذه المقات المملكة القصص وبس مع السلامة اشتركوا في القناة